الندوة الصحافية لجمال بالماضي في سيد موسى كالعادة وفيها ما خرج عن العادة هدوء ونرفز ضحك وانفعال ردود جمال تباينت لأسئلة أجاب عنها بطريقة عادية أسئلة أخرى أثارت رأى أنه لم يحن بعد وقت الإجابة عنها موسيقى سيدي بطريقة عادية أتقوم بجمال تحسير هذه المشاوة إلى المنزل بحاجة إلى مستمتع لتشاركة نحن بعد ذلك المستمتع لقصرة بحاجة إلى المنزل بطريقة عامة أطبقاً تتوقف من المستمتع لنعرف يدفع بسبب كل ما في الوقت بإن من بعد ذلك يتعلق بحاجة إلى التجارة إنه أكثر المواضيع إثارة لحافظتي بالماضي وللكثيرين أسئلة أخرى أكد أنه سبق وأجاب عنها في هذه كان الردو لبقان ومعقوب أسئلة لم نكن ننتظروا أن يجيب عنها معلومات المشاوين في وكس調 باتيائية المشاريع التي تتشبك على هيئة الحقون لحظة الحقون لكنت أجاب والتفسير يجب أن أجابكم أن يجب أن يجب أن تجيبهم أو يجب أن يجب أن يجيزون في قتلك المتحدة إنهم يطلقون ثالما يجب أن أجابكم وإن كان لا يدخل ضمن قاموس الأسئلة فإن كلمة أحد الصحفيين أضحكت الناخب الوطني وأحسته بالمسمولية أنا شخصيا سألت المسؤول الأول عن المنتخب لكن سؤالي لم يتعلق بالمنتخب الأول فرد علي بهذه الطريقة انتقادات نادعة وجهت وتعليقات ساخرة انتشرت من المتابعين الشأن الكروي ليس هذا ما يضر فهم أخذوا نظرة سوداء بما يكفي ويتهجموا على الجنة قبل أن يتحدث عن المشكل سأقدم توضيحا عن التالي جل الأسئلة طرحت باللغة الفرنسية للزملاء يتعاملون بها والزملاء آخرين طبيعي أن تكون الإجابة لذات اللغة باقي الأسئلة كانت بالفصحة جامال بالماضي يجد عادة صعوبة في استعاذ مقصد السؤال ثم يضيف أنه يجد صعوبة في إيصال الفكرة باللغة العربية ولأن كلامه مزيج بين الفرنسية والعامية فضلت أن يكون السؤال عفويا بقصد أن لا يتعب في الفهم وبتالي يكون الجواب واضحا كان كذلك إلى حد ما وبطريقة ليس فيها إهانة ولا تهكم إلا في هذه النقطة أنا لم أستفسر عن توقف البطولة إنما عن إشاعة توقفها والتنسيق بين بوغرى وبالماضي رسالة من صديق تقول أن التيار سيقطع هذه الليلة سأعود إليكم يمكن للتيار أن ينقطع على جيد أيضا أن تمتلك مولدا كهربائيا في الطوارئ لكن ماذا لو كان انقطاع الكهرباء إشاعة سأبقى مستعدا لأي طارئ؟ كنت أعلم بتواجد مجيد ولا يمكنني سؤاله لكن وبعدما طرح كل سؤال حضرته تباطر إلى ذهني ذاك السؤال في لحظة غاب عني أنه في القاعة فسألت بالماضي بنية سليمة ثميني طرحت السؤال على الناخب الذي يتابع لاعبي البطولة ويتشاور مع مدرب المحليين هو معلي بالبطولة المحلية جمال كان ذكيا ومحترما ربما فهم أنني أريد أن وقعه في حرج مع مجيد فرأى أن الإجابة تدخل في صلاحيته فهل توقف البطولة إشاعة يترى؟ كثير من الاحتمالات حطيناها قلنا ممكن أن البطولة تتوقف قلنا أنه ممكن نعطيهم الأسماء قبل ما تتوقف في البطولة يعني يعني مش برك هذا الاحتمال عطينا كثير من الاحتمالات حطيناها للمناقشة وعمريني قلنا ما قررنا أي شيء لذلك يمكن اعتباري شوف مع ماجيد ماجيد يا هذا المجيد